مكافحة التهرب الضريبي شيء أساسي وقف التهرب الجمركي التهرب الجمركي لحاله بيخسر خزينة 700 مليون دولار تقريباً سنوياً في عندك مكافحة التهريب عبر الحدود بالاتجاهين وما حدا يقول لي ما عنا القدرات إننا نكافح التهريب عبر الحدود بده إرادة سياسية التعميم 161 برأيي بيحل هالمشكلة أول شيء يعني ما بيضخ ليرة وبيضخ دولارات بالسوق فلا نشوف شو رح يصير بالنسبة لشيء الثاني من سؤالك الأول على سعر صرف الدولار الرسمي تعديل سعر صرف الدولار الرسمي من 1507 إلى 15000 أنا برأيي رح يبدأ العمل فيه بأول شباط بدون أي غموض مثل ما عم نشوف بالدولار الجمركي هدف مصري في لبنان إنه يكون فيه سعرين صرف هلأ بهالمرحلة صيرفة و 15000 صيرفة وال 15000 للتعميم وبالتالي هدفه كمان إنه يتحول الطلب أو يصير سعر الدولار على منصة صيرفة هو المرجع وليس السوق المويزة هيدا الهدف لحقلك ليش بلويك أنت تتحرك بيتحرك سعر صرف الدولار لأنه فيه طلب من سوريا كمان يعني فيه تجار سوريين بيجوا بيشتروا دولارات من الشركات الصغيرة فيه من البقاء طبعاً وهيدا ما ننصر موضوع الـ Capital Control بري الزيت بصت بري الزيت موضوع الـ Capital Control شني الرجاعر قاله أنا بشبهه ل مسلسل تليفزيوني طويل أصبح ممل أنت بتعرف المسلسلات تليفزيونية طويلة فيه إلى مواسم أول موسم تاني موسم نحن بلشنا بأول موسم بالـ Capital Control مسلسل Capital Control بشباط 2019 وبعد ما خلص أول موسم وصار مغير شدت سبع مرات نسخة الأنون وكلما يطرح إلى النقاش بتدخل عليه الشعبوية الزحفة والمزايدات يعني أولا موضوع هو مش هدفه يحدد مصير الودائع مش هيدا اللي بيحدد مصير الودائع هو عملية الصحب هو كان لازم يقر أنا بالنسبة لي بأيلول 2019 وقتي ظهر سوق مويزة لصعر صرف الدولار لأول مرة من 27 سنة لأنه بيان فيه شح سيولة دغرف فورا كان يجب قبل الثورة حتى حتى قبل الثورة بأول أسبوع من أيلول